أن تدخل الموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط الجوية التركية أن تبحث عن رحلة تأخذك من دمشق إلى اسطنبول أو من اسطنبول إلى دمشق أمر أصبح من المستحيلات وسوف يأتيك الجواب واضحاً لا نتائج لبحثك الرجاء تبديل موضوع البحث ومع الخطوط الجوية السورية يتكرر المشهد لقد علق التشغيل في هذه المحطة بعد الأزمة السياسية أزمة جوية إذن بدأت في العاشر من الجاري يوم اعترضت السلطات التركية طائرة ركاب سورية قادمة من موسكو وصادرت بضائع من علامتنها قائلة إنها تحمل دخائر مرسلة إلى الجيش السوري فأتى الرد من دمشق بمنع الطائرات المدنية التركية من التحليق في الأجواء السورية أما آخر فصول القطيعة فجاء من خلال منع أنقراء الطائرات السورية من التحليق في مجالها الجوي يرى متابعون لهذا الملف أن التبعات المادية للحظر ليست بكارثية على المستوى التجاري مثلاً التبادل يشهد تراجعاً منذ مطلع الأزمة السورية فتركيا التي كانت تصدر بضائع بنحو ملياري دولار ما عادت تتجاوز قيمة صادراتها 300 مليون دولار وهي في تراجع متواصل الخسارة ليست فادحة للسوريين كذلك إذ إن حركتهم الخارجية محدودة إلا أن المحللين يرون أن الأزمة الجوية المستجدة أثرت سلباً في صورة تركيا وظهرتها كالرجل الداهب إلى الحرب وعلى الرغم من وضعهم الأمر في خانة الحرب النفسية فإن المحللين يرجحون أن لا يكون ثمة تراجع عن القرار وأن الخطوة شبه نهائية بات على الربان السوري أن يجد خطاً بديلاً ما يطيل الرحلة الخط البديل الأساسي بالنسبة إلى طائر السورية المتجهة غرباً هو عبر قبرص واليونان أما شمالاً نحو روسيا فالبديل هو العراق وإيران تبدو المهمة أسهل بالنسبة إلى تركيا ذات الأجواء المفتوحة على أوروبا أما إذا كانت الرحلة متجهة إلى أفريقيا أو البلدان العربية فيبقى خط السير الأساسي عبر مصر أو القدس المحتلة